بسم الله الرحمن ورحيم أهلاً وسهلاً بكم طلبة طلاب الصفة للأول الإعدادة إن شاء الله بنكمل سلسلة دروس التاريخ وبنكمل دروس وحدة روأة حضارتنا وبناخد النهاردة الحياة الثقافية والفكرية عند المصر القديم المصر القديم زي ما اتفقنا أبدع في كل المجالات وأنجز في جميع المجالات أول حاجة بدرسنا النهاردة بنتكلم عن العلوم بنتكلم عن إيه؟ العلوم وبنقول العلوم المصر القديم أنجز فيها واهتم بيها اهتم بالعلم والتعليم اهتم بالعلم وقال إن هو أساس الحضارة لو ما فيش اهتمام بالعلم مش هتبقى في الحضارة فبنقول خلى العلم قايم على البحث والتجربة قايم على البحث وإيه؟ والتجربة وكمان وفر للعلوماء كافة الوسائل اللي تساعدهم على الإبداع تعال كده نشوف بقولك العلم يعني منقص من طالب وعالم إزاي؟ بقولك العالم في مصر القديمة كان له نظرة احترام وتقدير لا يعلوها مكانة أي حد من طبقات الشعب العلماء كانت الدولة بتاع فيهم من الضرائب شوفت كان العلم مهم إزاي والعلماء؟ طيب أم قال الطالب قال لك كان بيبص للمعلم نظرة احترام والتقدير وكان على طول بيجتهد وبيسعى عشان يبقى زي المعلم بتاعه عشان يبقى زي المعلم إيه؟ بتاعه طب يا طرى يا مصر يا قديم إنت هتروح فين عشان تتعلم؟ إيه هي مراكز البحث العلمي اللي كانت موجودة عندك؟ بقولك هتعلم في تلات أماكن مراكز البحث العلمي هتعلم في تلات أماكن يئمة في المدارس ودي سوى جهت في عصر الدولة القديمة يئمة في مراكز البحث العلمي وقلنا جامعة قون أول جامعة في مصر يئمة هيبقى في المكتبات هحصل على العلم من خلال المدارس أو مراكز بحث علمي أو من خلال المكتبات المكتبات مش زي اللي احنا عارفينها اليومين دول ليه كتب لا كانت عبارة عن لفاقف مين ورق البردي لفاقف من ورق ايه البردي كد البحث العلمي تلاتة زي ما خدنا كده بقول مكتبات بحث علمي ومدارس الحاجة دي موجودة في الكتاب بقولك لا مش نودة وإحنا انتفقنا من يوم ما ابتدينا القناة اللي أنا بديه لك معلومة تكون على قد سنة عشان ما تكبر تبقى مدرك وفاهم كل ايه انا بايا كده بسرعة نعرف أهم العلوم اللي عرفها وبرع فيها المصر القديم أهم العلوم اللي عرفها المصر القديم كان علم الفلك كان علم ايه الفلك الفلك ايوة يعني علم الكواكب والنجوم يعني علم الكواكب وايه والنجوم مصر القديم استطاع اللي هو يعرف موقع بعض الكواكب والنجوم بعد كده عرف التقويم الشمسي يعرف التقويم ايه الشمسي يعني ايه تقويم شمسي بقولك المصر القديم أرسم السنة لتلتمية خمسة وستين يوم لتلتمية خمسة وستين يوم والسنة هيكون فيها 12 شهر هيكون فيها 12 شهر والشهر فيه 30 يوم الشهر فيه 30 يوم هيبقى خمس سيام من كل شهر اللي احنا الوقت بمسميه شهر 31 يوم هناخد خمس سيام دول نعملهم ايام اعياد نعملهم ايام اعياد اسمها ايام النسيب بعد ايام الاعياد دي بتمتهي وبيجي بعدها عام جديد طيب عيني اعمل ايه كمان المصر القديم قالك منتهى الاعجاز اللي انا خلي الشمس بتونير الملك رمسيس الثاني يوم مولده ويوم توليه العرش تلاقي في التمثال بتاعه كده في المعبك بتاعه الشمس وبتونير واجهه ده قمة الاعجاز في مجال الفلك في مجال ايه الفلك بنقولك التقويم الشمسي زمان الملك الروماني يوليوس قيصة ربما جاه مصر نقل التقويم الشمسي ده هوا من مصر للروما من مصر الايه لروما شاف احنا كنا شاطرين ازاي متفوقين ازاي يبقى التقويم الشمسي نقلوا مين يوليوس قيصر مين مين من مصر لغاية فين كمان بنقول قسم اليوم لاربع وعشرين ساعة زين ما احنا ماشين الوقت لاربع وعشرين ساعة اثناشر ساعة بالليل واثناشر زي يوم بالنهار خلاص طيب بقولك خلى السنة ثلاث فصول تبشمعنا ثلاث فصول قالك عشان هو مرتبط بالدورة الزراعية يعمل فصل البزر فصل الفيضان فصل الحصد يبقى ماد يقولك بما تفسر قسموا المصر القديم السنة الى ثلاث فصول فانت هتقول لي ارتباطوا بالدورة الزراعية اللي ارتباطوا بالدورة ايه الزراعية يبقى اول علم برع فيه المصر القديم كان الفلك سهل جدا بفش فيها اي حاجة اهم حاجة فيه التقويم الشمسى اهم حاجة في التقويم الشمسى تانى علم سنقوله الوقت هو علم الحساب هو علم الحساب تعالى كده انشوف مع بعض اللي اتباري المصر القديم فى علم الحساب اهلا يخليديه ي접ه المصر القديم هيبدع وينجس فى علم اسمه علم الحساب بنقول نتيجة متطلبات المصر القديم وإحتياجاته برع في علم الحساب وكانت ليه دافع عشان يعرف علم الحساب فأجي أقولك بما تفسر اهتم المصر القديم بعلم الحساب بقول لإن احتياجاته كانت دافع احتياجاته كانت دافع إيه؟ طيب هيحسب إيه؟ هقولك شو يا سيد استخدامات علم الحساب عند المصر القديم كان آتي تخيل اللي فيها أرض زراعية تخيل اللي فيها أرض إيه؟ زراعية بعلم الحساب أول حاجة هيفيده فيه قياس مساحة الأرض الزراعية فيه قياس مساحة الأرض الزراعية كان بيقسها إيه؟ وحدة القياس بتاعته إيه؟ قالك يا الأدم يا الزراع يا الأدم يا الزراع يا الأدم يا الزراع الزراع الوقت اللي هو بيغنى عنه وحدة قياس الكيلو وحدة قياس إيه؟ الكيلو طيب بعد ما قاس مساحة الأرض الزراعية قالك أنا هقيس المحصول اللي خرج منها هحسب المحصول اللي خرج منها يبقى هيساعدني فيه قياس كمية المحصول قياس كمية المحصول طيب أنا بعد ما عرفت مساحة الأرض وعرفت كمية المحصول هيساعدني علم الحساب فيه تنظيم مياه النيل هعرف السنة اللي كانت فيها مية النيل عالية والسنة اللي ميت فيها مية النيل انخفضت شوية يبقى هيساعدني في تنظيم مياه الفيضان إحنا لسه مرتبطين بالأرض الزراعية فهقول لك الحساب هيفيدني هاعرف انت هزرع هه أعرفني منظم الزراعة هاعرفني منظم الزراعة الحساب هيساعدني فيه تسجيل الرواتب بتاع الموظفين ده خد كان وده ما لسه لك هيفساعدني كمان في حصر غنائم الحروب أثناء الحرب بتاعتي أنا كسبت إيه للإبقاء علم الحساب هيفساعدني في حصر غنائم الحروب هيساعدني علم الحساب كمان في معرفة مين خد ومن اشترى مين باع ومشترى هيعرفني المعاملات التجارية هيساعدني في معرفة المعاملات التجارية يبقى دا علم الحساب تاني علم برع فيه المصر القديم يبقى علم الحساب عشان تفتكره استقر الارض الزراعية علم الحساب عشان تفتكره استقر اللي انت لو فيه حرب وخدت غلائم يساعدك فيه تسجيل دواتب الجند ده علم الحساب بعد أخذنا علم الفلك وعلم الحساب تالك أي ما يبرع فيه المصر القديم سوى علم الهندسة وعلم ايه الهندسة بقولك إحنا من زمان عرفنا الأشكال الهندسية عرفنا المربع والمستطيل والمسلس يجي يقولك ما الدليل على براعة المصر القديم في الهندسة هتقول هنا الهندسة كمان بيخذنا بايه بقولك الدليل على نبوغ المصر القديم في علم الهندسة غير بناء الأهرامات بنقول اشتراك المصر القديم في مشروعات ضخمة زي ايه بنقول حفرنا الترع بنانا المقابر بنانا المعابج خططنا المدن كل ده باستخدام علم الهندسة كل ده باستخدام علم ايه الهندسة بعد ما عرفنا علم الفلك والحساب والهندسة بنعرف علم علم الطب علم ايه الطب الطب كان له نظرة احترام وتقدير من المجتمع المصري كله وصل فيه المصر القديم لبعض التخصصات كان فيه اطباء متخصصين في العيون للنساء للاتنان للجراحة المصر القديم توصل لعلاج بعض الامراض بعد ما شخص وعرف التشخيص توصل لعلاج بعض الامراض المصر القديم هيعرف التحميد هيعرف ايه التحميد واحنا قلنا ان التحميد ده سر من اسرار الفرعن لغاية الان مش عارفين كانوا بيحافظوا على جسس الموتة سليمة ازاي ازاي جسس الموتة متتحللش يبقى التحنيت سر من اسرار الفرعنة لم نعرفه حتى الان التحنيت يعني ايه بنقول عرف التحنيت الحفاظ على جسس الموتة سليمة بعد الموت بنقول من اهمية الطب والاطباء بنقول كان فيه مواصفات للمنتحقين بمدارس الطب زي ايه بيقولك لازم يكون كثير الصمد ما يتكلمش كتير لازم يكون رحيم امين حكيم ده من الصفات اللي لازم توافرها في الطبيب اللي هيلطحك بمدرسة الطب اللي هي بتاع الكتابة وبقولك ده عارف اللون الاحمر واللون الاسود في الحبر عشان يكتب بيه ده دليل على تفوقه في علم الكيميا يبقى نتيجة ما عرفته بالكيميا عارف الالوان عارف ايه الالوان نتيجة ما عرفته بالكيميا عارف علاج يعني عارف العقاقير والادوية اللي كانت بالاعشاب عارف كمان ادوات التجميل عارف كمان ادوات التجميل وعارف العطور عارف يعمل ايه العطور طيب اما جاقولك عارف ايه كمان في مجال الكيميا بقولك في مجال الكيميا عارف المواد اللي هيدخلها في في التحميل عارف المواد اللي هتدخل فين في التحميل وبيحمط الجزة كده يعرف ايه المواد اللي هتدخل فيها فتاني بقولك دلل على براعة المصر القديم في علم الكيميا هتقول دلل على براعة المصر القديم في علم الكيميا ده توصل للالوان توصل للأصباغ توصل للعقاقير والادوية بالاعشاب عارف يدخل او يدخل بعض المواد اللازمة للتحميل كده خلاص خدنا الكيميا خدنا الطب خدنا الحساب الهندسة والفلك تعالى بقى نشوف الجزء التاني من الحياة الثقافية تاني حاجة هناخدها هناخد العمارة العمارة يعني البنى يا ترى المصر القديم هيبني ايه وفين و ايه المواد اللي هيستخدمها في البنى تعالى كده نشوف مع بعض العمارة قلت هيبني يا اما المسكن بتاعه يا اما المقبرة بتاعته يا اما المعبد اللي هيعبت فيه يبقى المصر القديم زي ما انت شايف كده تنوعت العمارة ايام المصر القديم العمارة كانت بتعبر عن احوال الامة عن احوالها الاقتصادية عن احوالها البشرية زي ما انت شايف كده تنوعت المساكن والبناء في مصر القديمة بنقول بنا مسكن وبرضو بنا مقبرة وهرم وبنى معبد يبقى فيه بساطة وفيه عظمة وفخامة يبقى النصر القديم المباني اللي بناها تميزت بالبساطة في بعض الأحيان زي ما بنى المسكن بتاعه وتميزت بإيه بالفخامة وإيه والعظم زي ما عامل المطبرة القديم بنى المسكن بتاعه بنى على أساس اللي ده حاجة مؤقتة هموت وهمش واسيبه فبنىه بين الطين والطوب اللبن بنىه من الطين والطوب دهاج اللبن خلاص عشان كده ما تلاقيش ولا مسكن لغاية الآن في المصر القديمة انت شفته أو ما عمركش شفت بيت من بيوت الفرعنة فجيقولك بما تفسر زوال مساكن المصر القديم طبعا هتقول عشان مادة لتستخدمها في البناء كانت الطوب اللبن كانت الطوب ايه اللبن تاني حاجة عشان هو كان معتقد في البحث والخلود مكانش بيهتم بالدار الدنيا مكانش بيهتم بالمسكن والبيت بتاعه فكانوا بيعملوا بأي حاجة عشان كده بيقوم واقع لمستحن المصر القديم هبني المغبرة بتاعتي أو الهرم بتاعي وده طبعا الكلام عن الفرعنة وعن الملوك والناس الأغنياء فبينقول المصر القديم هيجمي المغبرة والهرم بتاعه من الحجر من ايه من الحجر عشان تعيش وفعلا لغاية الآن بقاء المقابر والأهرمات بتاع المصر القديم يجي يقولك بما تفسر هتقول عشان استخدم الحجر عشان يعيش تاني حاجة لأعتقاده في البعث والخلود اللي اعتقاده في البعث والخلود تم بالمقابر تم ببناء الأهرمات من الحجر عشان تبقى اللي اعتقاده في البعث والخلود طيب بقولك ايه مراحل بناء المغبرة ايه مراحل بناء الهرم بقولك كان الأول ايه مراحل أربعة الأول كنت بحفر حفرة وحط الميت فيها يبقى حفرة سطحية وبحط ايه الجسة فيها وحط عليها طراب تاني مرحلة قالك لا أنهبني أوضم أو قطين تحت الأرض وأبني فوقهم مصطبة وأبني فوق الأرض ايه مصطبة عشان معرف اللي ده هو المدفن بتاع فلان تانت مرحلة قالك لا أنهبني أوضم أو قطين تحت الأرض وأعمل هرم مدرج هعمل هرم ايه مدرج يعني ست مصاتب مع بعض اللي هو هرم زوسر رابع مرحلة اللي خدت المقابر والأهرمات أكثر تعقيدا أكثر تطورا كان في عهد الدولة القديمة عهد الدولة ايه القديمة رابع مرحلة من مراحل المقابر اللي هو بناء الهرم الكامل بعمل قوض كتير تحت سطح الأرض وأقوم قايم ببناء ضخمة عليه يمتد لأمطار كتير يبقى بنقول عملنا الهرم الكامل عملنا الهرم ايه الكامل زي الأهرمات اللي موجودة في الجيزة زي الأهرمات اللي موجودة في الجيزة فالسؤال يجي يقولك كالقادي اكتب نبذة مختصرة عن مراحل لتطور المقابر أو الأهرمات الاتنين إجابتهم واحدة هتقول أول مرحلة كانت تحت الأرض حفرة لا يدب بحفر حفرة سطحية وحط فيها الميت واردم ثاني مرحلة فأمحاطط قوضة أو قطن تحت سطح الأرض أحط فيهم الميت وابني فوقهم الأرض مصطبة ثالث مرحلة هعمل الهرم المدرج رابع مرحلة عميتر هرم الكامل السؤال يجي يقولك ما العصورة التي شهدت تطور في بناء الأهرمات أكتر العصور شهدت تطورا في بناء الأهرمات أو المقابر هتقول عصر الدولة القديمة هتقول عصر الدولة ايه القديمة آخر حاجة من العمارة ايه اللي بنهتم المصر القديم هيبني المعابد هيبني ايه المعابد برضو هيبنيها من الحجر برضو هيبنيها من ايه من الحجر المعابد ده مكان عشان يقوم فيه الصلاة عشان يقوم فيه للعبادة يبقى هي مقر للعبادة مقر ايه للعبادة طيب هي المعابد للعبادة بس بقولك لا والله كنا برضو بنتعلم فيها الأدب كنا بنتعلم فيها الفنون يبقى المعابد كانت مقر لتعليم الأدب والفنون بنقول دي مكان يا إم معابد جنائزية يا إم معابد آلهة من اسمها جنائزية يبقى زي إيه بقولك زي معبد الملك حدش بسوت وزي معبد الرامسيوم جنائزية يعني خاصة بالفرعون وأهله وخاصة برجال الدين وخاصة برجال إيه؟ الدين كانت المعابد الجنائزية بيكتب على جدرانها تاريخ المتوفي مين اللي مات هنا؟ الفرعون فلان اتولد سنت كذا أصله كذا نشقته كذا لكت ما كانتش بتهتم بأعماله طيب ومال المعارد الآلهة؟ من اسمها آلهة بقولك دي بكتبنه بأمر من الملك نفسه بأمر من الفرعون نفسه خلاص بيد الأمر ببناء معبد وفي الآخر بيكرم المهندس اللي أشرف على بناء معبد الآله اديلي مثال لمعابد الآلهة بقولك زي معبد إدفو زي معبد القرنق زي معبد الأكسر زي معبد أبو سمبل يجي يقولك أكمل من معابد الآلهة نقط هتقول الأكسر أبو سمبل القرنق من معابد الجنائزية نقط هتقول جاه خلاها يبقى حدش بسود جنائزية زي خلاها راق تبقى الرمسيوم طيب بعد كده بعد مبنينا وعلينا من البساطة لغاية الفخامة من المسكن البسيط لغاية القسور والمعابد هنعمل إيه كمان؟ هنعرف حاجة جميلة جدا اسمها الفن فن النحت هنعرف من الفنون النحت والنقشة على الحجر والكتابة على الجدران وتلونها والكتابة على الجدران وإيه وتلونها تعال كده نشوف مع بعض بعد كده بقول لك الفنون الفنون؟ الجنون بقول لك المصر القديم عرف الفنون عرف إيه؟ قال لك اللي انت شايفه بعينك على اسمها النحت وصل المصر القديم لقمة الإتقان إزاي قال لك ده أنا نقشت على صخور شديدة الصلابة شكل إنسان وكمان جسم آسد ده مين؟ ده بنقول لتمثال أبو الهول يبقى الدليل على الإتقان نحت أبو الهول نحت ايه؟ أبو الهول بنقول نحتنا على صخور شديدة الصلابة ده في عصر الدولة نهي؟ القديمة احنا شطرين في النحت من زمان منذ بدايات التاريخ عشان يجي يقول لك صحة والله غلط أطكم المصر القديم النحت في أواخر العصر الفرعوني هتقول له لا ده والله من يومنا وحنا شطرين في النحت الدولة القديمة عرفنا ننحى التمثال أبو الهول عرفنا كمان في عصر الدولة الحديثة هننحى التمثال لتحكمس التالت هنعمل التمثال لتحكمس إيه؟ التالت طيب يبدأ اول حاجة في مجال النحت يتمثلت حكمه ستالت في مصر ايه الحديثة او في عصر الدولة الحديثة طيب بعد كده بقولك بعد معرفنا النحتة هنعرف ايه قالك حاجة نعملها في المعابد بس حاجة بتدل على تقدمنا في مجال العمارة على تقدمنا في مجال الكيميا عشان عرفنا فيها الالوان يبقى النقش على الجدران بتاع المعابد نقشنا على جدران ايه المعابد رسلنا على جدران المعابد يبقى الرسم ونقش على جدران على جدران المعابد زي مين بقول لك زي جدر تاري المعبد بتاعها أنا لونت في احتاره رسمت ولونت رسمت وإيه ولونت يبقى تاني حاجة الرسم والنقش والتلوين كمان على جدران المعابد على جدران إيه المعابد وده بيدل على تقدمنا وتفوقنا في إيه؟ في العمارة عشان بنانا المعابد في الكيمياء عشان عرفنا الألوان عشان عرفنا إيه؟ الألوان آخر حاجة بقول لك النقش على الحضر عرفنا النقش على إيه؟ عن حضر النقش على إيه؟ عن حضر وده بنقول عرفناه في المعابد عرفناه فين في المعابد الدرس النهاردة كان سهل وبسيط شوف الأسئلة اللي خدناها النهاردة كانت إيه؟ اكتب نفسة مختصرة عن استخدامات علم الهندسة عرف الطحنة أكمل من أمثلة المعابد الجنازية نقط ونقط من أمثلة المعابد الآلهة نقط ونقط شوف كده السؤال ده بيقول لك أكمل عرف المصر القديم الحبر الأحمر والحبر الأسود وهذا يدل على براعته في علم نقاط يا طرع علم إيه يجي يقول لك ما العلاقة بين علم الفلك والتقويم الشمسي ما العلاقة بين علم الحساب والزراعة درسة سهلة وبسيط إن شاء الله يارب تكونوا فيمتم منينا حاجة هستنى تعليقاتكم ودمتم بخير اشتركوا في القناة